استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز والوفدة المرافقة له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة تناول لقاء تطورات الأوضاع الإقليمية حيث تمت مناقشة أخير مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطع غزة وأكد رئيس السيسي الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة مشددا على أهمية الطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع كما شدد رئيس السيسي على ضرورة اتخاذ خطوات جدة ومؤثرة لمنع تسعي رقعة الصراع في المنطقة مشيرا إلى أهمية إنفاذ حل دولتين في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية ومن جانبه ثمن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية مؤكدا تقدير بلاده للمواقف المصرية الرشيدة والمسؤولة التي تدفع بقوة في اتجاه إرساء السلام والأمن والتنمية إقليميا ودوليا ذكر المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية نقل تحيات الرئيس بايدن إلى رئيس السيسي معربا عن تقدير الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وهو ما ثمنه الرئيس السيسي مؤكدا استمرار التشاور والتنسيق بين الدولتين لصالح الأمن والاستقرار الأقليميين والدوليين اشتركوا في القناة